موسيقى أستاذ حسين خلينا نرجع هذا موضوع جدا مهم وحلو أنه نحكي فيه هيكا نستذكر تعال مع بعض نرجع لفترة التسعينات ونتذكر مع بعض لأنه أنا بصراحة مش كتير متذكر بالتسعينات كم مسرح كان شغال ومين همه نتذكر كان أستاذ هشام يانس نبيل صوالحة أمل الدباس هذا كان مسرح نعم و هذا كان مسرح مهم كمان سياسي صحيح حضرتك مع المرحوم محمود صايمي كمان كان مسرح الله يشفيه الأستاذ ربيع شهاب آه الأستاذ ربيع شغال الأستاذ موسيقى حجازين صحيح كل الاحترام الله يرحمه الأستاذ نبيل المشيني كان شغال مسرح يعني كان تقريبا خمس مسارح شغالة بنفس اليوم بنفس الفترة بنفس الفترة و الخمس مسارح كان يوميا عندهم فل يوميا و التذاكر طبعا ما كانت الدعوات عامة لا 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 كان فيه تذاكر و الناس تدفع نعم سعر التذكرة كان 10 دنانير بدأت 10 دنانير و كله درجة أولى و كان فل المسرح تعرفي ميس أنا بتذكر جيت مرة من الزرقى كنت ساكن هناك للعبدالي منطقة العبدالي و كان هناك الأستاذ يعمل مسرحية و كان حتى المرحوم محمود صايمي كان فيه إله هيكا زي دعاية تطلع على شاشة التلفزيون الأردني يعني بروموشن بروموشن المسرحية كان يحكيله للعم غافل يقول له بنصر غيف بلفك وبسفك و هاي بتذكر أنا دخلت و كنا نعطيين تذاكر و ها بزر فتخيلي المشهد يعني رحمة محمود بقول له بنصر غيف بلفك وبسفك كان مضحك جدا كان مسرح سياسي كمان الحجم بيني وبين الأستاذ محمود بالظب فتخير كنت ألعب أنا و إياه بهذا الأستوديو أنا النحلي أنا الدبور و لا أنا الدبور هو النحلي كان و أنا بتذكر على فكرة ما طلع لي كرسي أجلس جلسنا على الدرجات نعم يعني كان المسرح فعلا بس فعلا للأسف يعني منقول وين من المسارح اليومية المسرح هو منظلنا دائما نحكي المسرح هو زي الأكل و الشرب زي ما أنا باكل و بشرب و بمارس حياتي بشكل يومي زي ما أنا لازم يكون في عندي ميزانية خاصة أحطها و مش خاصة يعني هي جزء من حياتي اليومية أنه أنا أروح وأحضر مسرح لكن وين الفنانين وين الممثلين وين هاي المسارح اليومية اللي كنا نروح و تحكو في معانا فيها بالقضايا الاجتماعية السياسية الاقتصادية و تحاكو هموم الناس شوفي أنا المسرح بعتبره منبر ثقافي مهم جدا وأنا يعني يمكن 18 سنة وأنا مستمر في المسرح اليومي بعدين يمكن حسيت في التعب شوي لأنه بتعرف المسرح اليومي بتكوني مقطوعة عن العالم كله يوميا عندك التزام يومي فحبيت أعمل هذه الإصراحة أنا بقول كمان الحكومة إلها دور يعني في دعم الحركة الفنية و الثقافية و كنت أحكي أنا و الأستاذ فؤاد أنه الحكومة العام عملت الصيف عمان و وزعت المسارح في المسرح و الأعمال المسرحية و الأعمال الفنية في كافة مناطق المملكة في كل محافظات المملكة بس أتمنى أن الحكومة أن تستمر ليست فقط يعني تكون لسنة واحدة و بعدين يردوا لا أنا بس أتمنى أنهم يستمروا كل سنة أنهم يعملوا في الصيف هذا المهرجان في كل محافظات المملكة حتى أنه إحنا يعني ما يكون المسرح مختصر مختصر فقط على العاصمة عمان فالمحافظات لهم كمان دور أنا كمان من خلالكم أشكر كل المحطات اللي بدعمونا و من ضمنهم رؤية لما بنعمل عمل مسرحي ببث بروموشن للمسرحيات و هذا بكون دعم من رؤية و أيضا التلفزيون الأردن و أيضا في بعض المحطات أنه هذا دعم للحركة الفنية فالفنانين بحاجة لدعم المؤسسات سواء الخاصة أو الحكومية للاستمرار في الحركة الفنية و الثقافية أما هي صراحة أقولك هي عبارة عن جهود شخصية أنا يعني أيد واحد ما بتصافك إذا ما التلفزيون الأردني رؤية المؤسسات الثانية دعمت هذه الأعمال مستحيل أنه الشخص لحاله يقدر لا لا اشتركوا في القناة